السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وبهالفيديو رح نعرفكم على افنت سامسونج انباكد ورح نلقي نظرة سريعة على تاريخه مؤتمر سامسونج انباكد هو مؤتمر صحفي بيصير بشكل دوري نوعا ما بحيث انه بيعلنوا فيه عن منتج جديد ان كان الجالكسي اس او الجالكسي نوت وهذا الحكي تقريبا له حوالي اربع سنين بحيث انه لو بدنا نرجع الان لاربع سنين لورا اللي هو لشهر ثلاث بالالفين وعشرة كان اطلاق اول جهاز من اللاين الجالكسي اللي هو كان الجالكسي اس اللي هو كان اول جهاز بترحه سامسونج في هاي السلسلة وهذا الحكي صار في مدينة لاس فيغاس في امريكا في ايفنت او ضمن احداث ايفنت اسمه ctia وكان الجهاز الاول في السلسلة هاي كلها بحيث انه كان المواصفات اللي نزلت كلها في هذاك الوقت كانت كتير عالية بحيث انه كانت شاشة جدا ضخمة وكان السيستم الاندرويد لا يزال في مرحلة نوعا ما قيد لها يعني لسه كان بده لاته عجل كتير بس بالنسبة لهذاك الوقت كان اشي متطور جدا سنة لقدام في شهر اثنين من 2011 في مدينة برشلونة في اسبانيا في خضم مؤتمر الام دابل يو سي تم اطلاق الثاني جهاز اللي هو كان الجالكسي اس تو اللي كان رفيع جدا 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 وكان نقلة نوعية من الجالكسي اس بحيث انه تم يعني تحديث الجهاز كليا الى ما هو عليه ووقتها بلش الجهاز او بلشت السلسلة هاي بشكل عام تجذب انتباه الناس بحيث انه كان الجالكسي اس تو من انجح الاجهزة مبيعا بالنسبة لسامسونج في هذاك الوقت وفي هذيك السنة بحيث انه يعني نال اعجاب الكثيرين ومنهم انا شخصيا كنت اول جهاز سامسونج بجيبه صراحة كان الجالكسي اس تو في نفس هذيك السنة الان نتقدم سبع اشهر للامام في شهر تسعة من سنة الالفين وحداش في معرض اي اف اي اللي صار في برلين تم اطلاق الجالكسي نوت ون ولحد هذاك الافنت ما كان اسمه لسه امباكت ما كان يعني مطلق عليه من شركة سامسونج افنت الامباكت بحيث انه كان الافنت لا يزال لسه صغير شوي بحيث انه ما كان فيه الاهتمام الخرافي جدا في طبيعة هاي الاجهزة او في هاي الاجهزة بشكل عام وكان الاعلان في هذا المؤتمر عن الجالكسي نوت ون اللي اجا بشكل كان صدمت جميع بحيث انه الجهاز كان ضخم جدا ورجعت موضوع الاسبن كان اشي هو ما كان اشي جديد ولكن رجع بطريقة مختلفة شوي عما كانت عليه بالاجهزة اللي شفناها سابقا بعد الجالكسي نوت ون عملوا سامسونج اول افنت اللي سموه الامباكت ابيسود ون الان علشان اوضح موضوع الابيسود ون والابيسود تو سامسونج بيعملوا افنتين بالسنة اول افنت بيكون في الربع الاول من السنة اللي هو بيطلقوا فيه الجهاز الجديد من سلسلة الجالكسي اس اما الجهاز الثاني او الافنت الثاني اللي هو بيصير في الربع الاخير من السنة اللي بيطلقوا فيه الجهاز الجديد من سلسلة الجالكسي نوت هذا الكلام اصبح يعني نوعا ما شبه روتيني من سنة 2011 لحد الان فرجوعا الى حديثنا في شهر 5 بال 2012 تم الاعلان عن الجالكسي اس 3 في مدينة لندن في افنت خاص في شهر شركة سامسونج ما عملوا ضمن احداث مؤتمر معين كان الجهاز وكان الافنت يعني جامع اهتمام الناس بشكل كبير بحيث انه اصبح بالسهل انه ينعملوا افنت لحاله خلينا نقدم اربعة شهر الى الامام لشهر 9 بسنة 2012 ايضا في مؤتمر اي اف اي في مدينة برلين اللي تم اطلاق فيه جهاز السامسونج جالكسي نوت 2 وكان الافنت اللي هو طبعا الابسود 2 من جالكسي او من عفوا من سامسونج انباكت اللي طبعا النوت 2 اجا بكان محدث كليا عن النوت 1 بحيث انه البطارية كانت اكبر الشاشة كانت اكبر الكاميرا كانت افضل التصميم جاء مختلف شوي ومن هون بلشت ترند انه يكون الجالكسي اس والجالكسي نوت نوعا ما تابعين لبعض من ناحية التصميم فالثيم كان واحد فلما تشوف الجالكسي اس 3 والجالكسي نوت 2 كانت الثيم التصميم فيهم واحد اللي هو انسبايرد باي نيتشر مستوحى من الطبيعة بنط الان الى سنة ال 2013 في شهر خمسة في مدينة نيويورك حيث صار افنت سامسونج الامباكت ايبسود 1 بسنة ال 2013 اللي تم الاعلان فيه عن جهاز السامسونج جالكسي اس 4 وكان هذا الافنت غريب شوي بحيث انه سامسونج قرروا انهم يعملوا بانه في مدينة نيويورك قرروا انهم يعملوا الافنت بطريقة موسيقية فكان الالقاء كامل بشكل مسرحية موسيقية اكثر مما انه يكون بريزنتيشن بشكل عادي اللي بنشوفه بالمؤتمرات من ناحية كينو الطبيعي وبيطلعوا وبيعرفون على الجهاز فكان هذا الافنت شوي مختلف عن باقي الافنتات وما اعتقد يعني لحد الان ما عدوا وما اعتقد راح يهدوا لانها ما كانت يعني ما لاقت اقبال لاقت انتقاض بعض الشيء انه كان الموضوع موسيقي اكثر من انه يعني ما كان ملائم نوعا ما للجهاز ولكن بغض النظر كان الجهاز الاس 4 ايضا من الاجهزة اللي كثير كانت الناس تستنى فيها وتم تحديثه عن الاس 3 بشكل كبير من ناحية التصميم وتم ايضا تحديث المؤاصفات بشكل كلي خلينا النط الان كمان اربعة شهر للامام بشهر تسعة من سنة ال 2013 اللي هو لمؤتمر اي اف اي اللي صار في برلين بحيث انه خضم الاحداث هذا المؤتمر سامسونج عملوا الابيسود 2 من الامباكت ايفنت اللي تم اطلاق فيه الجالكسي نوت 3 بالاضافة لأول ساعة ذكية من سامسونج اللي هي كانت الجالكسي جير اللي حاليا اصبح اسمها جير بما انهم قلبوا لأوبريتنج سيستم من اندرويد لتايزن فكان اول ظهور للجالكسي نوت 3 والجالكسي جير مع بعض في هذا الافنت وايضا تم اطلاق مجموعة اخرى من الاجهزة معه ولكن كان تسليط الضوء بشكل كبير جدا على هدول الجهازين الان بنطل اخر ايفنت صار اللي هو بشهر اثنين من سنة 2014 اللي هو الامباكت ايبسود 1 لهاي السنة اللي صار في خضم احداث مؤتمر الامدابيليو سي في برشلونة تم اطلاق جهاز الجالكسي اس 5 بالاضافة الى انهم اطلقوا الجيل الثاني من الساعات الذكية اللي هم الجير 2 والجير 2 نيو والجير 5 فهيك من اللي شفناه رح نلاحظ انه معظم اجهزة السامسونج جالكسي نوت كان اطلاقها في نفس المؤتمر او في احداث يعني في نفس الوقت من السنة اللي هو شهر 9 وفي مؤتمر ايف اي في برلين فالان احنا مقبلين على الجزء الاخير من هاي السنة ومؤتمر ايف اي رح يصير كمان اكمن يوم انا اليوم عم بصور وحنزل الفيديو يوم الاحد ان شاء الله الايفنت رح يكون في 3 تسعة كمان اكمن يوم رح يتم اطلاق الجالكسي نوت 4 بالاضافة لالجير اس الساعة الجديدة والجير سيركل اللي هي الهدسة الجديدة طبعا في اجهزة اخرى احتمالا نشوفها مع هذول الاجهزة مع اطلاق هاي الاجهزة لسه ما عنا فكرة وما عنا معلومات كافية عن ايش بالضبط رح تكون هاي الاجهزة وايش تفاصيل مؤاصفاتها ولكن انا عملت فيديو سابقا عن توقعاتي للجالكسي نوت 4 لخصت فيه تقريبا ايش ممكن المؤاصفات بشكل كل تكون بيمكانك تشوفه اذا كبست هون بالاضافة لفيديو ثاني عن مؤتمر اي اف اي نفسه رح تشوفوه برضو هون وفيه كمان فيديو ثالث رح تشوفوه تحت اللي هو عن الجير اس والجير سيركل اللي تم الاعلان عنهم قبل اكمن يوم بس اذا استمتعت بهالفيديو ما تنسى تعمل اشتراك للقناة وما تنسى تعملنا فلو على الانستغرام وعلى تويتر وتعمل لايك لصفحتنا على الفيس بوك لانه رح نغطي ان شاء الله مؤتمر اي اف اي المقبل من برلين مباشرة عشان نجيبلكم كل الاحداث اللي بتصير وكل الاخبار وكل البرودكت اللي هتنجل باول باول ان شاء الله كم معكم صلاح حامل وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة